هاي بنات معكم ميمي من قناة إسوارة الفيديو اليوم راح يكون فيديو مميز وتعاوني مع بنات تانيين عندهم قنوات حلوة ومميزة في هذا الفيديو اتفقنا نعمل كل شيء له علاقة بفصل الشتاء فأنا راح أعمل تنسيقات ديكورايشن للشتاء وديدي من قناة ديدي بوليش راح تعمل مناكر لفصل الشتاء وهيلا من قناة هيلة تيفي راح تعمل فيديو عن الملابس الشتوية راح أحط روابط قنواتهم في الديسكريبشن بوكس عشان تشوفوا فيديوهاتهم وتعمل لهم سبسكرايم فاللي راح نحتاجوا هو كؤوس وكرات ملونة وقليت فري وشموع فيالله نبدأ فرح أخذ الكأس وأحط فيه الكوريات الملونة طبعا هذا اختياري ممكن تحطه أي شيء ممكن تحطه أحجار ممكن تحطه خارز على حسب الرغبة وكمان الألوان اللي تحبوا يعني على حسب ألوان البيئتي اللي عندكم كمان راح أقلي بالكأس بهذه الطريقة وأحطه فوق الصينية بهذا الشكل أنا عملت كأسين من قبل فرح أحطهم كمان بهذا الشكل وعلى فكرة أنا اخترت هذا النوع من الكؤوس عشان أحط عليها الشموع طريقة يعني سهلة وكمان تحت شكل كثير كثير حلو فهذا الدكور عجبني كثير فأتمنى أنه يعجبكم كمان هذا هو الشكل النهائي التوتوري الثاني راح نحتاج إلى رمل ملون وإلى فازا وإلى شموع وصينية من تحت راح كيب الرمل ملون طبعا هذي أوبشن كمان ممكن تحطه الرمل الطبيعي وهذا النوع من الرمل ممكن تفاجوه بإيكيا فأني كل هذي البروداكت اللي استعملتهم بهذا التوتوريال اشتريتهم من إيكيا وبعدين راح نضيف الشموع يعني الشموع داخل كثير في تنسيقات الدكور لهذا العام قد تصل الشتاء خاصة راح حط ثلاث شموع ممكن تحطوا شمعة واحدة هذا راجع لرغبتكم التوتوريال الثالث راح احتاج إلى أوراق أشجار المجاسفة والملونة أنا اخترت الألوان على حسب كمان اللون اللي عندي بالبيت خطيت فوق الصينية وبعدين خطيت الشموع حطت شموعة شوية تكون كبيرة كمان يعطي شكل كثير حلو وكمان أضفت هذا الدكور من الزجاج فهذا كمان ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوه أنا على حسب الرغبة وعلى حسب الضوقة كل واحد فيكم فكمان شكله كثير حلو بشموع وكثير رومانسي يعني وكثير دافئ بالنسبة لفصل الشتاء فهذا هو الشكل النهائي لهذا الدكور او لهذا التنسيق فكل التنسيقات اللي عملت هذا هو الشكل النهائي الشكل كثير حلو عجبني كثير فأتمنى كمان انه يعجبكم وفليز ما تنسوا تدعموا قناتي باللايك والشير والسبسكرايب وما تنسوا كمان تروحوا تشوفوا قنوات البنات التانيين المشاركات في هذا التعاون بي